موسيقى عام مفصلي تقبل عليه كابل يشهد انتخابات رئاسية وانسحاب القوات الدولية من هناك عنه ونلتقي في اليوم أحد أبرز الرموز السياسية في أفغانستان السفير أحمد ولي مسعود الأخ الأصغر للزعيم الأفغاني الراحل أحمد شا مسعود مرحبا بك في بنامج اليوم الحرة شكرا لك أولا سعدت السفير ماذا تغير في أفغانستان بعد أكثر من عقد على الإطاحة بحكم طالبان بالطبع هناك تغيرات كبيرة حصلت في أفغانستان وفي كل المجالات تقريبا في حقل الأمن والتعليم لدينا الآن آلاف الأولاد يذهبون إلى المدارس تطور القطاع الصحي ومن خلاله قد تم إنقاذ الكثير من الأرواح وخاصة من النساء كما تغيرت المؤسسات السياسية فأصبح لدينا برلمان وانتخابات وأحزاب سياسية متعددة ومن الناحية الاقتصادية شهدنا أيضا بعض التحولات الجذرية بالفعل يمكننا القول إن تغيرات كبيرة حدثت في أفغانستان كيف تقيم استعداد الأجهزة الأمنية في بلادكم لمرحة ما بعد انسحاب الكوات الأمريكية من هناك؟ لدينا حوالي 350 ألف رجل أمن في أفغانستان وهم مدربون بشكل جيد وفي أتم الاستعدادية ولكن في أفغانستان كل هذا يتوقف على التطورات السياسية إن حصلنا على انتخابات تشريعية تنتج من خلالها حكومة شرعية مسؤولة وشاملة وحكومة تحمل رؤية موحدة للبلاد وإن حصل ذلك في انتخابات 2014 بالتأكيد الجيش سيصطف وراء هذه الحكومة بتلك المواصفات إذن نحن نملك جهازا أمنيا جيدا ولكن كل هذا يرجع إلى التطورات السياسية وخصوصا في انتخابات 2014 ما هي المخاطر المحتملة من المصالحة مع طالبان التي تساعد بدورها من هجماتها؟ جماعة طالبان ليست نفس الجماعة التي كانت عليه في التسعينيات لقد تغيرت مع مرور الوقت لم يعد لديها نفس القوة كما كانت في السابق ما شهدنا منها في السنوات العشر الماضية هي ممارسة حرب نفسي على الشعب الأفغاني على سبيل المثال عندما يضعون متفجرة داخل مسجد أو عندما يقومون بتفجير انتحاريا ففي هذا الاسلوب هم يعرفون جيدا بأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا إلا في هذا الشكل الضعيف بترعيب الحالم وخلق القلق لديهم إذن طالبان هي ليست بالقوة العظمى ولكن هذا ليس يعني عدم توفر خيارات أخرى بتلقي تهديدات من مناطق أخرى في البلاد ولكن أنا أؤمن بتخطي هذه العقبات بالتخطيط لمستقبل أفضل بشكل دقيق وبرؤية موحدة وبإجماع متسق لدى كل القادة الذين بمقدورهم تأمين الأمن للشعب الأفغاني ولأفغانستان وهل تخشى أن تهدد عوضة طالبان من بوابة المصالحة نجاحات الانفتاح في العقد الأخير؟ كما تعرف أن في السنوات الأخيرة تم وضع برنامجا للسلام مع طالبان عملية السلام يجب أن تتغير إذا أردنا التوجه إلى حوار مفتوح ونتفهم نقاط الاختلاف مع طالبان حتى لو كانوا في مكان ضعيف فهم لا يقبلوا بحكم هاش كحكم حكومة كرزاي ويعتبرونه رئيسا فاسدا وأعتقد أن عملية السلام الداخلية يجب أن تتضمن كل أطياف المجتمع الأفغاني بمؤسساته المختلفة فالسلام عادتان يحدث بين الأعداء وليس الأصدقاء ومن هم أعداء طالبان؟ هم النساء الذين يشكلون نصف المجتمع والمعارضين القدماء لطالبان وهؤلاء لم تشملهم محادثات السلام ولذلك إن أردنا السلام فعلا فعلينا أن نتواصل مع الجميع وهل تخشى من عودة القاعدة ورموز التشدد إلى أفغانستان في ظل هذه المناخات؟ لا أعتقد بأنهم سيعودون للحكم فأنا لا أخشى ذلك ببساطة إنهم غير قادرين على ذلك فقبل عام 1996 كانت جماعة طالبان قوة إن حكومة المجاهدين كانت ضعيفة لم يكن لديها نفوذ خارجي والحكومة في ذلك الوقت كانت على وشك الانهيار وكانت مسألة وقت لا أكثر وعندما جاءت حركة طالبان لم تواجه أي مقاومة على الإطلاق ولكن بعد خمس سنوات من حكمهم اختبر الشعب الأفغاني حكمهم لذلك أنا لست قلقا من عودتهم ولكن أنا قلق من العمليات الإرهابية والتفجيرات وانعدام الأمن كيف تنظر إلى اتهامات جهات حقوقية وغيرها للحاكمين في كابل بالفساد؟ تلك هي الحقيقة هناك فساد في أفغانستان والمشكلة تكمن في تورط أعضاء بارزين في حكومة كرزاي في ملفات الفساد فهناك أموال كثيرة أهدرت بسبب الفساد كما ذكرت في السابق إن هناك تقدم ملحوظ في أفغانستان ولكن هذا التقدم جاء بمساعدة المجتمع الدولي بالتعاون مع الشعب الأفغاني وكان بإمكاننا تحقيق ضعف هذا التقدم لو لا تورط مسؤولي رفيعي المستوى بالفساد سعد السفير هل ترى نفسك على مقعد نائب رئيس في الحكومة المقبلة؟ لا لأن هذه الفكرة طرحت في الماضي من جهات مختلفة ولكن أنا أرى نفسي كإنسان ذو رؤية يلتف الشعب حولها لمصلحة أفغانستان وهذا مهم للغاية حتى يتوحد القادة حول هذه الرؤية الشعبية لخلق منصة موحدة لمستقبل أفغانستان كخريطة الطريق فخلال 13 عاما الماضية المجتمع الدولي كان متواجدا دائما معنا ولكنهم سيخرجون بحلول العام القادم وسيمثل ذلك تحديات كبيرة لأفغانستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وسيكون على الشعب الأفغاني أن يواجه ذلك ويقرر مصيره بنفسه في الختام ماذا تذكرون من ليلة رحيل القائد أحمد شامسعود؟ وما الذي تمثله ذكراه للشعب الأفغاني الآن؟ كان إنسانا مميزا كان الوحيد في عقود الأربعة الأخيرة الذي ناضل في وسط الاضطرابات السياسية في مقاومة الغزو السوفيتي والإرهابيين لقد كان مخلصا لأفغانستان وكان رجلا مسلما ملتزما وكانت أفعاله تتبع أقواله وقلبه شخصية قوية جدا وروح عالية إنه يريد أفغانستان لأفغانستان وليس لأحد آخر كان زعيما استثنائيا وطبيعيا للبلاد شكرا جزيلا على هذا اللقاء وأتمنى دائما الخير لشعب أفغانستان وشكرا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة